بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين عزاء المشاهدين أهلا وسهلا بحضرتكم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الرحمة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق هذا الدين العظيم وضع لنا مجموعة من الأصول والمبادئ العامة اللي بيها نقدر نعامل بعض في المجتمع ونقدر من خلالها أن نحن نحافظ على تماسك المجتمع وعلى ترابط العشرة فيما بيننا من الأصول المهمة جدا اللي نحن لازم نضعها في اعتبارنا لما نجي نعاشر بعض ونتعامل مع بعض سواء على مستوى البيت أو على مستوى الأسرة أو على مستوى العمل أو على مستوى الجيران فيما بينهم أو في أي مكان من أماكن هذه الحياة أصل مهم جدا من هذه الأصول بنسميه من أصول العشرة الطيبة وهو الحفاظ على الأسرار وعدم إفشاء الأسرار وكتمان الأسرار أبدأ كلامي مع حضراتكم بكصة لطيفة جميلة فيها معاني عظيمة جدا حصلت ما بين سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان وطبعا سيدنا نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب كان زوج بنته السيدة حفصة طبعا إحنا عارفين أن السيدة حفصة بنت سيدنا عمر هي إحدى زوجات سيدنا محمد يعني إحدى أمهات المؤمنين قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مات زوجها فلما مات زوجها سيدنا عمر حب هو إيه يبحث لها عن زوج كريم يليق به فراح ذهب إلى سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عثمان بن عفان في الوقت ده كانت ماتت زوجته السيدة رقية طبعا إحنا عارفين أنه سيدنا عثمان بن عفان تزوج بنتي رسول الله السيدة رقية والسيدة أم كلثوم وعلشان كده كان بيطلق عليه زنورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع تاني سيدنا عمر لما سيدنا عمر بنته السيدة حفصة زوجها توفي فأراد أن يبحث لها عن زوج كريم يليق به فذهب إلى سيدنا عثمان أهو زوجته توفيت فعرض عليه أن يتزوج بنته اللي هي السيدة حفصة فراح سيدنا عثمان يعني ما ردش عليه وقال له سأنظر في أمري سيدنا عمر راح لسيدنا أوبكر الصديق ليعرض عليه الزواجة من حفصة لكن سيدنا أوبكر الصديق يعني برضو عمل كده زي سيدنا عثمان ومعطاش سيدنا عمر الجواب اللي هو يفهم منه أنه راضي بل بالعكس ده أعطاه جوابا يفهم منه سيدنا عمر بلطف كده وأدب كما هي عادة الصحابة الكرام فيما بينهم إنه يعني مش موافق سيدنا عمر بن الخطاف في داخل نفسه زعل إنه زي يعني أن أنا أعرض بنتي حفصة وهي من هي في حسبها ونسبها وجمالها وما إلى ذلك أعرضها على اثنين من أقرب الناس إلي أعرضها على أبي بكر الصديق وعلى عثمان بن عفان ورغم كده اللي اتنين يرفضوا إنهم يتزوجوا بيها فاتت الأيام وحصل إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتح سيدنا عمر بن الخطاب فإنه عايز يتزوج السيدة حفصة طبعا سيدنا عمر كان مبسوط جدا وفرحان جدا قال أهو أدي عثمان وأبو بكر مرضوش يتزوجوا السيدة حفصة فجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر إنني أريد أن أتزوج حفصة قبلها بكام يوم قبل ما يفتحوا في الأمر كان سيدنا عمر بن الخطاب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكالوا إلا عملوا أبو بكر وإلا عملوا عثمان فادلوا كلمة كده فهمها عمر بعدها بكام يوم قال له إيه قال له يتزوج حفصة من هي خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة يعني كنت انت زعلان يا عمر من اللي عمل عثمان واللي عمل أبو بكر أنا بحب أقول لك أهو إن عثمان يتزوج من هي خير من حفصة وإن حفصة يتزوجها من هو خير من عثمان فلما جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كام يوم وقال له كده إننا خلاص أتزوج حفصة وأتزوج بنتك يا عمر فهم سيدنا عمر إنه كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة من هو خير من عثمان يقصد ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم طيب مين هي بقى لخير من حفصة اللي تزوجها عثمان لأنه في الوقت ده زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بنته الثانية لعثمان اللي هي السيدة أم كلثوم بعدما ماتت السيدة رقية بعدما تم الزواج قابل بقى سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق اتقبلوا مع بعض وهنا بقى محل الشاهد اللي احنا من أجله سقنا هذه الحكاية وهذه القصة إنه سيدنا أبو بكر هو اللي بادر وفاتح سيدنا عمر وقال له يا عمر لعلك قد وجدت علي في نفسك حينما عرضت علي حفصة ولم أتزوج منها يعني انت زعلان مني علشان انت عرضتها علي وانا ما وفقتش قال له أقولك بصراحة أيوة طبعا أنا زعلت منك وما خبيش عليك إن زعلت منك فرح سيدنا أبو بكر قال له يا عمر الذي جعلني لأوافق أن حفصة ذكرها عندي أو ذكرها أمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه يريد الزواج منها يا عمر ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لو تركها لتزوجتها الله الله على الجمال والله على حفظ الأسرار وعلى إنه سيدنا أبو بكر الصديق نخلي بالنا سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو زوج اللي هو يبقى السيدة عائشة زوج النبي بنته يعني سيدنا أبو بكر بيقول الكلام ده لعمر إنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمامي حفصة وأنه يريد الزواج منها رغم إنه سيدنا أبو بكر هو أبو عائشة اللي هي زوج السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ذكر الموضوع أمامي لكن ما كانش ينفع أبدا إن أنا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكن لأفشي سر رسول الله الذي فتحه أمامي والذي ائتمنني عليه فكل شيء وله وقت لكن جه الوقت دلوقت يا عمر إلا أنا أقدر أقول لك أنا عملت كده ليه وعملت معك ليه شوف هنا كيفية تعامل الصحابة فيما بينهم كيفية تعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم إنه إزاي يحدث بينهم ترابط إنه إزاي حتى في الوقت اللي كان محتاج سيدنا أو بكر إنه يدفع عن نفسه أو يبرر لنفسه وجهة النظر اللي هو أخذها ومع ذلك حافظ على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نروح لواحد تاني من الصحابة وقصة أخرى لكن بنكهة مختلفة بنكهة مختلفة إزاي إنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان دولا كانوا من كبار 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 الصحابة تعالوا دلوقتي نروح لواحد من صغار الصحابة سنا وفي الوقت دا كان طفل غلام صغير اللي هو مين اللي هو سيدنا أنس ابن مالك سيدنا أنس ابن مالك في مرة من المرات كان قاعد مع تلميذ من تلامذته اسمه ثابت البناني ثابت البناني دا كان من العلماء الكبار في عصره من التابعين التابعين اللي هم جم بعض الصحابة الجيل الذي جاء بعض الصحابة بنسميه تابعين فعندنا احنا دلوقتي اهو قبل ما نخش في الكلام بنشرح ونقول انه ثابت البناني وده كان من علماء التابعين الكبار والعباد والزهاد والصالحين كان قاعد مع سيدنا أنس ابن مالك بعد بقى ما كبر في السن وبعدما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الاعلى وما الى ذلك فحب سيدنا أنس ابن مالك انه يقص حديثا ومن الاحديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كده موقف من ضمن المواقف اللي حصلت معاه فقال لثابت ابن بناني اللي هو تلميذ ده بيقول له ايه في مرة وانا غلام صغير وانا طفل صغير كنت ألعب مع الغلمان ألعب مع الأطفال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى علي ثم أرسلني الى حاجة يعني بعثني مشوار كده المشوار ده يخص مين يخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأت على أمي يعني اتأخرت على أمي شوية أمي عرفاني بلعب مع الأطفال في الشوارع لكن اتأخرت عليها تأخر غير معتاد فلما ذهبت إلى البيت قالت لي أمي ما الذي تأخر بك يعني ما الذي أبطأك عني انت اتأخرت فين ليه رحت فين يا أنس قال لها لقد كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له ايه هي الحاجة دي قال لها لا دي سر فشبا أمه قالت له ايه قالت له لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا السر اللي بينك وبن سيدنا النبي ما تخبرش بحد هنا خلصت الحكاية اللي حكاها أنس لمين اللي قاعد معادي الوقت أيوة ثابت البناني شوف بقى سيدنا أنس بعد العمر الطويل ده بيقول ايه لثابت مع ان ثابت كان حبيبه وكان تلميزه المقرب وما كانش بيخب عنه حاج بيقول له يا ثابت ووالله لو أنني أخبرت أمي بهذا السر لأخبرتك به يا ثابت يعني ده أنا حتى ما قلتش لأمي هو سيدنا النبي كان عايز مني ايه أو بعثني فين أو قال لي ايه فلو أنا كنت قلت لأمي يا ثابت اللي هي أحب الناس إلي ما كنت أبدا اتأخرت إني أقول لك شوف الكتمان وصل لإيه وصل لأنس بن مالك وهو طفل صغير يتعلم المعنى ده وأمه تعلم المعنى ده تقول له لا تخبر بسر رسول الله أحدا فيخب السر حتى عن أمه حتى عن بقية الصحابة حتى عن تلميذه المقرب بعدما يكبر في السن ويبلغ درجة عالية في السن وما إلى ذلك لكن ده التعلم وده الأصل الكبير اللي احنا بنتكلم عليه من أصول العشرة الطيبة مبين الناس إن احنا نحافظ على الأسرار ونحافظ على كتمانها وأن لا نفشيها وأن لا نجعل حياتنا مرتعا للناس يعني يرتعون فيها كيف ما يشاءون هل احنا كده خلصنا الموضوع في الكلام على الأسرار وإفشاءها وما إلى ذلك لا طبعا في كلام كتير وكلام جميل نكمله إن شاء الله بعد الفاصل ألقاكم بعد قليل أهلا وسهلا بحضراتكم رجعنا لكم مرة تانية علشان نكمل موضوعنا المهم للأصل العظيم من أصول العشرة الطيبة مبين الناس اللي لازم يهتموا به من ضمن المعاني الأساسية في الزاوية دي معنى جميل أخبرنا به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في آلف حديث من ضمن أحاديثه الشريفة المجالس بالأمانة يعني إيه المجالس بالأمانة يعني أي مجلس حضرتك قاعد فيه وفيه كلام معين ما ينفعش إنه هو يخرج بره الديرة اللي إحنا موجودين فيها أنا عارف وحضرتك عارف لو كنا اتنين أو المجموعة اللي قاعدة برضو عارفة إن النوعية دي من الكلام كلام فيما بيننا ما ينفعش يخرج بره سواء كانت الديرة دي جوه البيت الأب مع الأم فيما بينهما أو الأب والأم مع الأولاد فيما بينهم جميعا إنه الزاوية دي يا جماعة النوعية دي من الكلام اللي إحنا قلناه دي الوقتي وده طبعا بتعرف عن طريق الخبرة والتجربة في الحياة وأحيانا عن طريق التنبيه إن أنا بكلم واحد فبقوله خلي بالك الكلام ده سر بيني وبينك يقول لي آه سر بير ماروش أرار بعد كده أكتشف إن البير طلع له أرار وإنه السر اللي أنا قلتهوله والكلام اللي أنا قلتهوله عرفه فلان وعرفه علان وما إلى ذلك بل بالعكس وزي ما هنتكلم بعد شوية ممكن السر اللي أنا قلتهولك ألا إيه بعد كده مكتوف منشور في بوسط على الفيسبوك أو واحد عمله تغريدة على تويتر هو بيتكلم بأريحية كبيرة ومش عارف إنه هو كده أفشى السر اللي كان بينه وبينه ده معنى من المعاني المهمة عنوان عريض خط كبير لازم نمشي عليه ولازم نضعه أمامنا دايما في تعاملتنا المجالس بالأمانة هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تعلم أبو بكر لما قال له ما كنت لأفشي سر رسول الله وهكذا تعلم سيدنا أنس ابن مالك لما قال لتلميذه ثابت البناني ولو حدثوا به أحدا لحدثك به يا ثابت فإحنا برضو لازم نعمل كده نعمل كده في زوتنا ونعلم كده لأبنائنا نعمل كده في دائرة البيت اللي احنا عايشين فيه مع الزوج مع زوجها والزوجة وهكذا ونعمل كده في دائرة العمل الزمايل فيما بينهم ما ينفعش أي كلام يتنقل لأي حد وما ينفعش الكلام اللي احنا عارفين انه ممكن يترتب عليه أضرار أو يترتب عليه خسائر للمكان اللي لنا فيه أو يترتب عليه خيانة للأمانة أو يترتب عليه ما إلى ذلك من الأمور التي لا يرضى عنها الله ولا يرضى عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفتكر دايما ان النبي الرحم صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة كمان معنى جميل وجليل بيحافظ على أصول العشرة الطيبة في الجانب له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سطر مسلما سطره الله الله من سطر مسلما سطره الله وقال من سطر عورة أخيه سطر الله عورته ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته إن إحنا ما نتبعش أو ما نمشيش وراء الحاجات اللي هي ممكن أنا أظن إن فيها شو أو فيها ترند أو فيها على حساب إيه؟ على حساب حرمات الناس على حساب أعراض الناس على حساب مشاعر الناس التانية أخليني كده إنسان أحس بالآخرين وأراعي مشاعر الآخرين وأكون لطيف في تعاملي ده نحية لكن النحية الأساسية اللي إحنا بنتكلم فيها إنك تحفظ الأسرار وإنك تعرف كويس إن المجالز بالأمانة وإنك تعرف كويس إن السطر في الأمور مطلوب طلب أساسي من ربنا سبحانه وتعالى ليك في الدنيا بل إن ربنا سبحانه وتعالى على لسان حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم قال لك من سطر مسلما سطره الله وقال لك من سطر عورة أخيه سطر الله عورته كمان من الحاجات اللي إحنا بنغلط كتير وبيتكون سبب في إفشاءنا للأسرار وعدم حفاظنا عليها الغضب أيها الغضب إحنا سهل جدا وإحنا في حال الصفاء مع بعض ورضا سواء داخل البيت أو برى البيت إنه أنا عارف عنك حاجة معينة فأنا أحفظها وأنا في نفس الوقت مش بقولها لحد ده الطبيعي إنه ما فيش بينه وبينه خصومة ولا شقاق ولا نزاع ولا خلاف ولا شجار فالعلاقة عادية فأنا مش هروح أقول للناس حاجة معينة أنا عارفها عنك إنت في يوم اقتمنتيني عليها يجي بقى الاختبار الحقيقي إمتى؟ يجي الاختبار الحقيقي عند إنهاء العلاقة صديق مع صديقه أو زميل مع زميله في الشغل تم إنهاء العلاقة فيما بينه سواء بقى تم إنهاء العلاقة بالطراضي بغير الطراضي أو زوجين فيما بينهما انتهت العلاقة وما بينهم لا قدر الله حصل نوع من النزاع والشجار والغضب والخلاف وما إلى ذلك يجي هنا الاختبار الحقيقي لي كمسلم تحافظ بالفعل على الأصول التي تعلمتها من رسول الله وتعلمتها من هذا الدين العظيم إني أحفظ السرج وإني مكنش من الجماعة اللي قال فيهم سيدنا النبي في علامات المنافقين قال إيه وإذا خاص مفجر تلاقي بقى واحد بينه بين واحد نزاع أو مشكلة في لحظة الغضب بقى يجيب له من الأديم ويجيب له من الجديد ويدور في الدفاتر الأديمة ويقول ده قال لي كذا وعملت كذا وينشر هذه الأشياء كلها اللي كانت محل سرية فيما بينهما ومحل أمانة فيما بينهما وينسى اللي قاله سيدنا أو بكره اللي عمله سيدنا أنس وينسى كلام سيدنا النبي المجالس بالأمانة وينسى من ستر مسلما ستره الله وينسى من تتبع عورة أخيه ينسى كل ده في لحظة وحدة وفي همسة وحدة وفي حالة وحدة حالة الغضب لا يا جماعة عمر أبدا مدينة العظيم أمرنا بكده وعمر أبدا ما تعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمتنا كده معنى تاني مهم ونموذج آخر السوشيال ميديا التعامل معها دلوقتي لازم نضع الأصول دي اللي احنا تكلمنا عنها النهار ده في تعاملنا مع السوشيال ميديا لازم نحافظ على أسرار بعض ولازم نحافظ على خصوصياتنا إحنا ده احنا بنقول للناس محدش يفشي سر أخيه فما بلنا دلوقتي ممكن الواحد مننا بأصد أو بدون أصد ممكن أحيان كتير بحسن نية بينشر أسراره هو الشخصية على السوشيال ميديا بينشر خصوصياته اللي ما ينفعش حد يعرفها غيره هو والمقربين منه غيره هو واللي ائتمنهم عليها لا لازم نعالج الجزئية دي بالأصول أهي اللي تركها لنا الدين والتعاليم أهي اللي تركها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن دلوقتي أنا بكلم واحد في التليفون مثلا ألاقيه هو على الجانب الآخر فاتح لسبيكر بتاع التليفون والقعد بقى قعد هناك هو قعد معهم بيسمعوا كل الكلام اللي أنا بقول لازم حضرتك تستأذن مني في الأول ما ينفعش أنا أفرض قلتلك كلمة كده ولا كده مش عايز حد يعرفها غيرك أو ما أشبه أو ما أشبه ذلك اتصلت بي حضرتك علشان تقول لي والله أنا هستشيرك في موضوع أو كذا أو كذا أو إحنا اتنين أصحاب ما فيش من بيننا يعني مرفوع التكاليف زي ما بيقوله فما ينفعش إن حضرتك تفتح لسبيكر قدام الناس الآخرين في المكان التاني وصاحبنا ده بيتكلم والناس كلهم سمعين الكلام اللي بيقوله وهو ما عندوش علم بكده لازم إن كنت عايز تعمل كده إنك تعلمه بكده ليه؟ لأن المجالس بالأمانة زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو إنك تجيب الرسائل اللي بيني وبينك على الواتس أو على المسينجر أو على أي وسيلة من هذه الوسائل وتاخدها سكرينات وتبعتها لحد تاني في طرف تاني في موضوع تاني وتقول لي شوف بص فلان بيقول عليك ايه؟ أو فلان بيعمل ايه؟ أو كذا أو كذا إلى آخره تنتكدها تخش في نحية خالص تاني خالص اسمها النميمة إنك انت تمشي بين الناس بالوقيع وإنك انت تمشي بين الناس بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وتفتكر دايما إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام أو إنك تسجل المكالمة ودلوقتي التليفونات كلها أصبحت تليفونات حديثة ومسألة تسجيل المكالمة أصبحت مسألة سهلة جدا ومتاحة جدا وتروح باعت للتاني تسجيل المكالمة نصا وحرفا بيني وبينك بدون استئزان وبدون إعلام وبدون أي شيء كل دي سلوكيات خاطئة موجودة آه؟ آه مش الكل بيعملها أيوة مش الكل طبعا بيعملها لأن الحمد لله لا يزال الناس بخير والمجتمع محافظ على العادات والقيم والأصول وما إلى ذلك لكن دي حاجات مش عايزينها تقتر مش عايزينها تنتشر مش عايزينها تتحول إلى ظواهر موجودة علشان ما يكونش بعد كده في خلل اجتماعي في العلاقة ما يكونش بعد كده في تفكك في العلاقة ما بين الناس لأنه لو وصلنا إلى هذه المرحلة يا جماعة وانتزع من بيننا موضوع الأصرار والحفاظ عليها وما إلى ذلك سنفقد الثقة في ما بيننا هترتفع الثقة في البيت؟ ترتفع الثقة ما بين الموظفين والزملاء فيما بينهم في العمل؟ ترتفع الثقة ما بين الجيران وبعضهم محدش حافظ سر حد ولا حد قادر أنه يكتم سر حد وما إلى ذلك خصوصا مع تطور وسائل الاتصال الحديثة اللي هي بتخلي من السهل جدا أنك تنقل الكلمة وتنقل الحدث وتنقل وتكتب وتعمل بث مباشر وتعمل بث غير مباشر وتكتب بسط طويل وبسط قصير وفيديوهات ولايقات وإعجابات وتريندات وما إلى ذلك المعاني دي كلها لابد أن نقيدها بما أوصانا به رسول الله بما علمنا به سيدنا رسول الله بما وضعه لنا سيدنا رسول الله من أصول العشرة الطيبة بين الناس وهو الحفاظ على الأسرار وكتمنها وعدم إفشاءه فالخلاصة يا جماعة والحاجة اللي احنا عايزين نوصل إليها وناخد نفسنا بيها ونعلمها لأولادنا وحاجزين نخليها ثقافة شائعة مبنة ثقافة شائعة يعني إيه؟ ثقافة شائعة يعني نتعامل بيها ثقافة شائعة يعني نعلمها لأولادنا ثقافة شائعة يعني يتعامل بيها الزوج مع زوجته يتعامل بيها الزميل مع زميله في الشغل يتعامل بيها الجار مع جاره تتعامل بيها مع أصدقائك حتى على وسائل التواصل الاجتماعي زي ما فصلنا ووضحنا أن احنا نحافظ على أسرار بعض أن احنا نحافظ على خصوصيات بعض أن احنا نعرف أن المجالس بالأمانة وأن لابد أنك أنت طالما أتمنت على شيء فلابد أن تكون على قدر هذه الأمانة وعلى قدر هذا الوضع الذي وضعك فيه صاحبك أو زميلك أو صديقك أو قريبك أو زوجك أو زوجتك أو أي أحد كان علشان نكون كده مجتمع مترابط ومجتمع متماسك ومجتمع فيه ثقة فيما بيننا نعمل زي ما عمل سيدنا أو بكر الصديق ونعمل زي ما عمل سيدنا أنس ابن مالك ونعمل زي ما علمه معلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نتتبعش العورات ولا نهتك الحرومات ولا أن احنا نفرح بأنه الحاجة دي أنا أول واحد هيعرفها فأنا بقى اللي أبلغ بيها الناس أو أنه أنا أكون صاحب السبق في الأمر دوت لكنه سبق مذموم لأن السبق المحمود بيبقى في الخير بيبقى في الأمور الكويسة بيبقى في الأمور التي تبني الأخلاق وتبني المجتمع وتحافظ على تماسك المجتمع وعلى خصوصيات المجتمع أما الأمور الأخرى التي تؤدي للنزاع وتؤدي للشقاق وتؤدي إلى انتشار الضغينة ما بين الناس وانتشار الأحقاد بين الناس وانتشار الكراهية بين الناس أيوة كراهية وأحقاد لا أنا لما هعرف أن حضرتك أفشية السرج الذي اتمنتوك عليه سواء في لحظة انفعال في لحظة غضب في أي لحظة من اللحظات أكيد هتنشأ بيني وبينك عداوة وأكيد مش هنكون كويسين مع بعض وأكيد هيكون في قلبك من نحيتي وأنا في قلبي من نحيتك وإحنا في الآخر عايزين ننضضف قلوبنا وانطهر قلوبنا ونمشي على هذه الأصول التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة